وزمالك زمالكاوي مهما طال دعم للزمالك مهما طال الزمن وإن لم يكن أبدا اللقاء عشان العلال عن الانتخابات لأن أنا أصلا مهما أخذ الانتخابات وبالتالي كنت يعني بكرم تاني بكرم فريق والجهاز الإداري والفني والطيب كله بكرمهم ده كان سبب الجلسة ويمكن تشوفوا الصورة اللي هنعرضها دلوقتي سألته عن أرقام التكريم قال أنا كرمت كل الناس وللأمانة لازم أقولها رفضا أن يذكر كل واحد خد كام وأنا بقولها بشكل يعني مدقق لأنها مهمة في ناس تكرم فقولك أنا دفعت أنا الديت كذا دفعت مالين وكل واحد قال لي لا لا يمكن مش أنا اللي يعمل كده مش أنا اللي يقول الديت كل لعب أو كل واحد كام مش أنا اللي يقول كده ده كلام مسؤول على لسان مهندس ممدوح عباس تكنت بتكلمه قبل الأواء بدقائق واللأنا بصراحة بحييه قال لي الناس دي تعبت جابت بطول الدوري وفي أزمات كثيرة وبالتالي كان لازم الناس أععد معاهم النهاردة وأتكلم معاهم عشان نحل كل الأزمات اللي موجودة أو على الأقل أنا دوري إن أنا يعني أكرم الفريق بالكامل وكل لاعب فيه وكل واحد شارك في هذا في هذا الأداء اللي حصل لنادي الزمالك اللي جاي مش هيكون على لسان مهندس ممدوح عباس اللي جاي قد يعود الكابتن أسامة نبيه للجهاز مرة أخرى يعني ممكن بعد شوية تلاقوا قرار ممكن بعد ساعة بعد اثنين بعد ثلاثة الصبح بكتير إنه أسامة نبيه عادة مرة أخرى حضركم عارفين أسامة نبيه كان كتب من كم يوم إنه خلاص وانا استقلت ومش هكمل تاني فيه بعض الأزمات هناك من تدخل لحل أزمة أسامة نبيه تاني بقول هناك من تدخل نادي الزمالك عايز شعار نادي الزمالك لو سمحته هناك من تدخل لحل أزمة أسامة نبيه وسوف يعود أسامة نبيه مرة أخرى لموقعه السابق كانت مشكلة أسامة نبيه إنه يتساوى مع المكافآت الخاصة بلعبي الفريق طبعا حصل كل شيء وهتسمعه أخبار خلال الساعات القادمة نادي الزمالك تفجرت داخله أزمات خلال الأيام الماضية وكل شوية تلاقي خبر الاتحاد لفريقيا عمل الاتحاد الدولة عمل الاتحاد مش عارف إيه عمل الناس عملت الناس 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 وأنا يعني بشكل واضح اللي عنده مشكلة ما صدرهاش لحد تاني